السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكشن نورده عن الشطر الثلاثة اللي هو من بداية خالص واحنا بنقول ايه ان احنا هندرس قولنا هنطلع لحاجة اسمها اللي هو عندي نقطة حواليها وقبلها اسمه اللي هو الوست وبعدها اسمه الشرق اللي هو الكابتل ده احنا وفيه فوقها وتحتها وداما وراها احنا ناخد اللي ايه النقطة واللي قبلها واللي وراها النهاردة بس وان ضايميشنا في اتجاه اكس حاجة تانية برضو نستذكرها كده ان الفويوم اللي كنا بندرسه ده ابعاده دلتا ايس دلتا واي دلتا زد اذا نقدر نقول لنا حاجة معباره عن دلتا في او دي في عايز بس اكد ان احنا استنتجنا لبوينت ايليمنت برضو لما نجي انطبقها هانطبقها على بوينت ايليمنت بنفس الوضع بتاع الشغل بتاعنا في الشابطر ده والشابطر اللي جاي ان احنا نعمل ايه نحدد مسألة محددة حاجة معينة عايزين نطبق عليها المعادلات وبعدين نبسط اللي احنا استنتجناها في صورة عامة نبسطها ونوقعها على الحالة اللي بنتكلم عليه وبعدين نحول المعادلات التفاضلية او الصورة التفاضلية للمعادلات الى صورة جابرية نحصل على شوية معادلات جابرية وبعدين نحل المعادلات الجابرية دي مع بعض ونعمل الريبورت اللي تطلع معانا فيما سبق استنتجنا الى البوينت اليمينت زي ما قلنا فاحنا لاندينها ثلاثة مومنتم واحدة ينرش دي الصورة العامة للمعادلات هنختار اول حاجة نعملها نختار حالة نوقع عليها المعادلات دي اول الحالة اللي هندرسها في الشابطر ده ان احنا يكون عندنا مسألة ديفيوجن يعني ايه ديفيوجن يعني انتشار داخل المادة والمادة وقفها في مكانها مفيش كونفكشن فتوضيحا للموضوع يعني هو ليه امثلة كتير ولكن ده اوضح مثالي اللي هو عندي بلين وال بالشكل ده جدار واسطوحه اللي هو درجات حرارة معلومة معلوم درجة حرارة السطح من ناحية دي ومعلوم درجة حرارة السطح من ناحية تانية خلي بالك ده سمت الجدار يعني من صفر ال ال ده اتجاه اكس كده داخل الجدار ده جوه الجدار ده سطح ده مسقط السطح يعني ده يبتبر مسقط كده وده الخط ده بقى اعباره عن مسقط السطح الاوالي اللي هو مسلا لو ده ده جدار الغرفة اللي حضرتك قاعد فيها فده السطح الداخلي للغرفة مسلا من ناحيتك وده السطح الخارجي للغرفة من ناحية تانية من بره وبانهم ده سمك الجدار السيكنس اللي هنقسمه ل زي ما هنشوف وإحنا شغالين النهاردة إن شاء الله طيب الحالة اللي احنا بندرسة دي الحالة الدفيوجن تعالا ما نشوف احنا بندرسة في الحالة الاستيدي اول حاجة استيدي يبقى كل الترمات اللي انا استيدي تطير تاني حاجة انا بتكلم على حاجة سكنة واقفة في مكانها مفيش سرعات مفيش انتقال من مكان لاخر اذا كل اي ترمي فيه سرعة يطير يروح من معاي فالترمات بتاعة الممنطقة كلها يطير والترمي ده من الانيرج هيطير والترمي ده كله سرعاتها يطير وما فيش اه احنا بقى لنا المعادلة دي بس هي دي الحالة اللي احنا ندرس حالة الديفيوجن بروبلم هتبقى بالشكل ده بس ده ترم اصلا دفيوجن دفيوجن ترم فده اللي احنا نشتغل عليه في الشابطر ثلاثة بالنسبة للشيت بتاع شابطر ثلاثة يعني اول مسألة تفصيلية شوية التانية فكريتها بسيطة وهنحتاجها احنا بنعمل اول مسألة او في الموضوع بشكل عام وبيقول ايه starting from the five governing بيقول لك اعمل اللي انا لسه ايله من شوية على السلايد اللي فاتت اللي هو طبق الهات الخامسة ويتطبقوا مع الحالة دي اللي هو عندي اه في بس طبعا الشوق اللي هنشتغله هيكون سيتل ستيت وسينطير الترم بتاع السلي ما فيش بصفر ما في السرعات كل ده بصفر وده الترم بصفر يعني الترم ده بس اللي هو بتاع ترم تفوجل طيب انا في الدلوقتي الترم ده اللي هو النابلة ده عبارة عن تلت حاجة عبارة عشيجت بيتوري خديمه عند design وزاد فالمفروض اجيبه في الواب دي ميشت الموâl هنقل زاد فالنابلة دوت مي عبارة عن ايه باشاره بعد ad chi بو اكس وهكزا الواي وهكذا الزد ده احنا عايزين هو الزد بس فياخد الترمي بتاع الزد بس هو اللي يبقى لي من المعدد دي كلها والبقى ده بصفار فيبقى ترمي واحد اللي هو دي باي دي زد للدي تي باي دي زد وخلي بالك احنا خلينا دي لان انا لو سبتها معناه تغير جزئي طب التغير الجزئ ده معناه ان فيه تغير اخر يعني فيه تغير كله فيه فيه حاجة تانية باتغير معاه فمما ان الدل بتتغير معه متغير واحد بس يبقى التغير بتاعها نتيجة المتغير ده هو التغير تخلي بتاعها فماولش بارش لبقى او ده التغير كل في الدل اللي الف لما يبقى عندي حاجة تبقى بالشكل ده. اللي السنتاج ده او الجزء ده منatur again احنا هنحتاجه بقى في الشغل اللي هو بتاع او بتاع السؤال الاول في другой اللي هو نستنتج العلوقة دي بالشكل ده بس هنا نعملها على حالة الحالة عامة شوية اللي هو فيها فاي مش تي لان عشان نعمم الشغل بتاعنا او بتاع الشطر ده. السؤال اللي هو يبقى شابه المتر مش المإنتر من اللي هيبقى شابه الموضوع ده بشكل كبير جدا زي المتر المال مرفوع كده على الموطن بس متفصص شوية والسؤال متفصص شوية. بيقول ايه زي فقلوهم هذا المعادلة هي. اللي هي شبه الانرجي وشبه المومنتم. يعني ممكن تكون انرجي وممكن تكون مومنتم. الفاي دي ممكن تكون سرعة او ممكن تكون. طيب لما يقول ايه? سيبلافاي زي اكوشن تو موديل وان دايميشن. يبقى انا الوقت اول حاجة وان دايميشن. في التجاهة واحدة دي هو مين اكس. استيدي. استيدي هطير الترم بتاعي التمبريشن. انا بدرس الدفيوجن بس ما فيش كونفكشن. يبقى الترم ده يطير وما في السورس ترم جاب سيرت وهنطيره. يبقى يبقى لي الترم ده بس. وده وان دايميشن في اتجاه اكس. نصفيها زي ما عملنا في المرة اللي فاتت. ونوصل للصورة دي. دي صورة نهية. يبقى دي اول خطوة في حل المسألة. ان انا نحول الصورة العامة الى الصورة اللي هي المبسطة دي. دي تاني خطوة. بقى احنا نقول حاجة. عملنا ايه? حددنا حددنا محددة. تاني حاجة. تاني خطوة. اللي هي نعمل ايه? نسكة عليها. وتبقى موصفة ليها. المعدلة دي بتوصف الحالة دي بتاع بتوصف. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نحول المعدلة التفاضلية دي الى مجموعة معدلات جابرية. وبقول ايه? عندي فاي اي فاي بي. ده ده المفروض قيم تكون موجودة اللي هي زي ما قلنا من شوية. ايه واحد وتين ايه. ده قيم معلومة 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 درجة الحرارة من هنا ودرجة الحرارة من هنا. دف النص درجة الحرارة تبع عاملة ازاي? ده للمفروض حضرتك في ستنتيك. لازم ترسم وانت شغال. لازم ترسم زي ما هنوضح ان شاء الله. يبقى دي الصورة النهائية اللي وصلنا لها للمعادلة. ودي اللي هي الفاي عند اكس بيساوا واحد اسمها في ايه. والفاي عند اكس بيساوا ال اسمها في بي. طيب احنا عشان نحل. هنحل باستخدام ايه? هنحل باستخدام اللي هو احنا هنعمل حاجة هنستخدم نظرية اسمها دي اللي هي بتقول ايه? ان التكامل الحجمي بيساوي الفلاكس بتاع الفيكتور ده حوالين او على المساحات بتاعة المحيطة بالفوليوم. طيب انا اه دوت التيرم ده اللي وفضل معايا من المعدلة. اللي مفروض بيساوي صفر. اهو يبقى التكامل الحجم بتاعه بصفر. وبما ان التكامل الحجم بيساوي التكامل السطحي بتاع الفيكتور ده. ازا التكامل السطحي بتاع الفيكتور ده هيساوي صفر برضو. يبقى ده تاني حاجة هتعملها في الحل بتاعك. انك بعد ما تنبسط المعادلة تطبق بشكل عام. وبعدين تسقطها على الحالة اللي عندنا. انا دلوقتي اه عايز اه اسقط دي على الوان داي ميلشا دي تري داي ميلشا اللي هي النبلا دي. نبلا فاي دي. برشا بباشر اسي في اتجاه اي. برشا بباشر وال 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 انما انا هنا ما زلت لسه ما عملتش الان ده عبارة عن ايه عبارة عن الخارج من السطح يعني كل سطح اطبع عليه العلقة دي احط عليه كده اخط عمودي عليه وخارج منه هو ده بتاع السطح ده. طب احنا هنوصف الموضوع ده ازاي انا بقول لك جدار وفيه درجات حرم متغيرة خلال السمك بتاعه وعايزين نقسم السمك بتاعه الى او او زي الشكل اللي موجود دوت اللي هو بنعمل للحاجة اللي عندنا بنقسم بتاعه. انا تلوقتي قلت لك ان ده بتاع الجدار وده درجة الحرارة او بشكل عام عند البداية ودي درجة الحرارة او بشكل عام عند النهائي. قيم هتكون معطاة في المسألة بس بشكل بس في البداية بنحطها مجاهير بالشكل ده وبنحطها على شكل يعني. وفي الاخر نعوض عنها بقيم. دي في البداية عند اكس بساو صف ودي في النهائي عند اكس بساو ال. هترسم الشكل ده. هترسمه ازاي? ارسم خط طوله عشرة سنتي. وتحط على بعد واحد سنتي نقطة. نقطة واحد. وعلى بعد اتنين سنتي اتنين سنتي اتنين سنتي اتنين سنتي تحط النقط اتنين تلاتة اربعة خمسة هيبقى معك واحد سنتي هو ده النهائي. خلي بالك. لازم يبقى المسافة بين اول نقطة والبداية نص المسافات البيانية بين اي نقطتين. ونفس الكلام المسافة بين اخر نقطة والنهاية نص المسافات البيانية بين اي نقاطين في الداخل. الباكة احنا عندنا ايه? ايه كده نقاط بينية اسمها اتنين وتلاتة واربعة. دي اسمها اه 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 او والنقطة اللي هي دي اللي هي ناحية النقطة اللي هي финخ اللي هي في الغرب في النقاط اللي هي دي اللي هي النقطة خمسة ناحية اللي هي في الشرق اللي هي في دي اسمها دي اسمها ودي اسمها ży 이번 مصطلحات دي واحنا شغالين. وانت بترسم برده هترسم ان المسافة بين اي نقطة تين دلتا اكس ومن البداية هنا دلتا اكس على اثنين والنهاية هنا دلتا اكس على اثنين تختار نقطة ما وهي يكون النقطة اثنين وتعمل حواليها مستطيل منقط بالشكل ده ده البوينت فوليوم بتاعنا ده عبارة احنا مقسمين كده الدومين الى five point volume اهو ده فوليوم ده التاني وده الدالت ده الرابع وده الخامس وكل نقطة في نص البوين في نص الفوليوم وفي حاجة قبلها وفي حاجة بعدها النقطة لما اجي اقول النقطة دي النقطة اللي اما اتكلم عليها هنقول لي عليها النوربوز لا بالرمز بي كابتال دي البوينت اللي احنا هندرسها. عايزين نوقع دي بقى الحالة دي على البوينت اللي احنا الفوليوم اللي عندنا ده. تعال اما نشوف كده هيطلع معنا شكله عامل ازاي. انا دلوقتي عايز اطبق العلاقة دي اللي هي عبارة عن حاصل ضرب دوت برود لان نورمال فيكتور خارج من السطح. في جاما دي فاي باي د اكس اي في دي ايه في المساحة اللي باك التكامل عبارة عن اصلا اه صميشن جم ان انا بجمع الحاجات. فالف على الاسطح اللي عندي. واجمع الحاجات دي. حاصل ضرب الحاجات دي ببعضها. انا دلوقتي عندي كم سطح حوالين دي عندي عندي ستة. واحد من هنا واحد من هنا واحد فوق واحد تحت واحد قدام واحد وواحد واره. اه الستة دول مفيش غير اتنين بس اللي بيحصل عليهم تباتل حراري. مفيش غير اتنين بس بيحصل عليهم دي فاي باي باي دي اكس. اللي هو الدبليو والاي. انما الفوق وتحت مفيش لانه بتخيل ده الجدار ده يضرل حرامية وينضرل حرام خمسين. فيحصل انتشار حرارة من مية لخمسين في الاتجاه الى اكس بس. مفيش حاجة تطلع لفوق مفيش حاجة تنزل لتحت. فعندي سطحين بس الوات W. والاي اللي بيحصل عليهم تبادل حراري. فنطبق العلاقة دي بالنسبة للسطحين. تعال ما نشوف الان اللي هو النورمال يونت فيكتور الخارج من السطح. بالنسبة للسطح ايه? النورمال يونت فيكتور خارج من السطح. هيبقى عبارة عن حاجة بالشكل ده. اللي هو هيبقى النورمال فيكتور عكس التجاه اكس اللي هو اي. طلب بالنسبة للدابيو. النورمال يونت فيكتور الخارج من السطح لبرة هيبقى عبارة عن ايه? حاجة بالشكل ده. وهيبقى يونت فيكتور عكس الاتجاه اكس او في اتجاه السلوب بتاع اكس الي هو هيبقى ساليب اي. تعال without aity We show it to the ايه في الاسخين there. نشوفها ايطلع بايه? ساليب اي في ايه يديني سالب واحد. سالب واحد وادا الجاما وادا الاريا بتاعت السطح ده. اللي هو عبارة عن الارتفاع في العرض أو البعد العمودي على الصفحة في الكلام ده عند الـ W بالنسبة للـ A يبقى حاجة موجبة بالشكل ده عند الـ A يبقى هي نفس الشكل بس هنا سائل عند الـ W وموجب عن الـ A عايزين نعمل إيه بقى؟ احنا كده بسطنا الحالة بتاعتنا نحاولها من معادلة تفاضلية من الدرجة التانية إلى معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى عايزين بقى المعادلة التفاضلية دي نحولها لمعادلة جابرية فرق على فرق وحطه فرق على فرق كمعادلة جابرية قصورة جابرية قيم نقص قيم دل نقص دل على قيم للـ X هنعمل الكلام ده عن طريق استخدام حاجة اسمها تيلور سيريز مفكوك تيلور هنستخدمه إزال ده تيلور سيريز قيمة الدلة لو عندي دلة X F of X دلة F X متغيرة بأي شكل ما وعندي قيمة X عند قيمة ما عند x وعايز أجيب قيمة الدلة بعدها بشوية أو أبلها بشوية دعم لنشوف كده لو عايز جيب قيمة الـ F عند X زائد دلت X على 2 بعد الـ X بحتة اصغلنة اسمها دلت X على 2 هيبقى قيمتها عاملة إزاي؟ هيبقى عبرها عن قيمتها الأولى نية عند الـ X زائل التفاضلها عند الـ X في دلت X على 2 زائل التفاضل الثاني عند الـ X في دلت X على 2 تربية على اتنين او اوとう مضروب اثنين يعني بمعنى صح زائد التفاضل التالت في دلت اụcس على اثنين تكعيب على مضروب 3 وهكذا لحد التفاضول ن للدلائ الاف بالنسبة الاغس في دلت اخس على اثنين اللي هو الحتة اللي انا همشيها قس ن على مضروب اخس ده مضروب اثنين اللي هو باثنين وهنا港 decides على اثنين علمضروب واحد اللي هو بواحد هنحتاج برضو اني اني نكتب أوااااا مفكوك تيلور اللي اللي جديد تدلق قبلها بشوية. اللي هو ف Auf X ناقص delta X على اثنين هيبأ شكله عامل كده. بص انت تحفظ بس المعادلة فوق. اشيل من المعادلة'm الفوق قيمة delta X يضح كل دلتا اكس tung علي المفترض ان يقول وهنا عدث في المعادلة. فهنا عادر التجونا. تحت الربيعة جروحية. ما يبقى هنا بدات Na bas.najمان في دلتا اكس جداً ضاد و الدلتا اكس زاد وتحيز تحت عند. زاش ايدني رقم جعلهний بعد بص كده. ايه اللي هيحصل. اطرح دي من دي. المعدل دي فوق اللي تحت اهو يديني. اف اف اكس ناص اف اكس يروحوا مع بعض. اف داش ناص سالب اف داش يدني اتنين اف داش. اتنين اف داش. مضروبه اختش على اتنين. اعتن觀眾. خلي به ladies ف داش في ادلة اكس على اتنين والاتنين دي هتروح مع الاتنين دلوقتي. طيب بالنسبة للتربيع اف اف اories ناص اف اوف اodelاش يروح مع بعض.вон两 زي الترمدة لما اطرحهم بعض يروحوا مع بعض. التكعيب لما اطرح وده سالك يجمع ويدينا ضعف القيمة يعني. وهكذا. فانا الحاجات الترمات اللي هي زوجية تطير. الترمات الفردية هتبقى ويبقى عندي حاجة اسمها order of magnitude. قيمته بتعتمد على قيمة دلتا اكس. كل ما الدلتا اكس تبقى صغيرة كل ما الترمدة يبقى مهمة. ليه? لان اديك دلتا اكس صغيرة خاصة لما تبقى اهل من الواحد يعني. نرفعها نقص. كل ما القص ده زي. واقسمها على رقم كبير. كل ما قيمة الترمدة تبقى قليلة جدا. فنقدر نهمله. فهنهمل الترمدة. ونقول ان اللي هو تفاضلي. هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن فرق بين دلتين. دلتين جابريتين في صورة جابرية. على دلتا اكس. خلبي بقى دلتين هتروح مع الاتنين. انا كده بطلع ايه? هطبقى الكلام ده على الحاجات اللي عندنا. النقط اللي دينا. وطلع. اول حاجة اللي هو بالنسبة للبوينت اللي في النص. اللي هي بين نقط. يعني النقطة اتنين بين واحد وتلاتة. نقطة تلاتة بين اتنين واربعة. نقطة اربعة بين تلاتة وخمسة. هنطبق عليها العلاقات دي. اللي هو شيء للتفاضل. وحط مكانه ايه? قيم دوال على دلتا اكس. انا كده هحول الصورة التفاضلية لصورة جابريت. المعدة دي اسمها ايه? اسمها سنترال ديفرنس. بطبقها المين? لم يتوضح الrane. اللي هو مين اتنين تلاتة اربعة. طب لسا عندي النقطة واحد والنقطة خمسة. النقطة واحد اللي هي الكمسيسم تعالى منطبق كده. لو جينا نطبق عليها العلاقة هلاقي ان في مشكلة النقطة واحد ما فيش قبلها نقطة. والنقطة خمسة ماhaفيش بعدها نقطة. فلازم اربط خمسة بالربعة بس. ولازم اربط واحد بعدها بس. يعني اربط واحد بالزيج الدخetus والبoisة التفاضلية. فواحد عايز اربطها فورورد. بالقابلة. واحدة عايز اربطها باللي بعدها. هتستخدم حاجة فورورد. اربط القيمة عند الدالة بالقيمة عند الدالة بعدها. يعني اخد اول حالة بس. هاجي. عشان استخدم حاجة اسمها الفورورد ديفرنس. هروح لأول معادلة لوحدها. اهو. هجيب الفرق بين الف اف اكس زي دلتا ايكس على اثنين نقص الف اف اكس. اهو. اليادي. ويدين الف داش واسم على دلتا ايكس على اثنين. يبقى التفاضل. عندي حاجة عايز اجيب لها الافورورد ديفرنس. عبارة عن اف اف اكس زي دلتا اكس على اثنين نقص اف اف اكس. اهو. على دلتا اكس على اثنين. والترمات البقية هنهمل. بطبق الكلام ده المين? للوست باوندر فوليوم. اللي هي دي. نقطة واحد بس. نفس الكلام. بالنسبة لنقطة خمسة. هنطبق حاجة اسمها الباكورد ديفرنس. هطبقه على الاس باوندر فوليوم. اللي هي هعملهم لها في واحدة. عشان تبقى فاهم الدينية جات من اين. بس انت وانت بتكتب في الامتحان هتطبق لكل واحدة لوحدة. لكل حالة لوحدة. فاول حاجة هتكتب نان باوندر فوليوم. وتحل تكتب المعادلات بتاعتها. وبعدين تكتب وست باوندر فوليوم. وتعمل التحليل بتاعها. وبعدين تعمل است باوندر فوليوم. وتعمل التحليل بتاعها. بالترتيب كده واحدة واحدة بالروح. اول حاجة نان باوندر فوليوم. هتكتب اول للتنطبق على ال Loist و الإست الوحدة يعني widely بالنسبة اول حاجة للحيات ال non-boundary volume اللي هو central المعادلة هاجيه للمعادلة الاصلة لن 원� است أو ال one هو كل مرة كل مرة كل ما يج pant النواد بن يجبга بالطريقة التي طلعناها بطريقة طيب عايزين بقى نشيل التفاضلات ده اللي هو الفرق التفاضلي ده ونحط مكانه فارق جابري بالشكل ده هنرسم الرسمة دي طبعا مفروض تكون رسمتها في الأول فمش لازم تعيدها تاني في الحالة دي فهنرسم الرسمة دي ونطبع عليها العلاقات دي تعال اما نشوف كده انا عايز اطبع على النقط البينية اللي هو 2 و 3 و 4 عايز اطبع عليهم الكلام فناخد مثال اللي هو الاتنين واللي هنعمله على الاتنين نفسه هيبقى لكل 3 و 4 مش هنعمله بس هيبقى بالمثل ل 3 و 4 فبالنسبة النقطة 2 تعال اما نشوف كده نقطة 2 نحط كده نقطة 2 اللي هي الpoint بعدها اللي هو الشرق اللي هو east capital e capital للنقطة و e small للسيرفس قبلها اللي هو الغرب اللي هو w small للسيرفس و w capital للنقطة طيب تعال اما نطبق كده التفاضل دي في باي دي اكس عند السطح و التفاضل هنا المفروض اشيل التفاضل وحط مكانه ايه فرق الدوال قبل وبعد على delta x اشوف قيمة الدلة بعد النقطة ب delta x على اثنين يعني نشوف كده w امش delta x على اثنين اشوف قيمة الدلة اسمها ايه اسمها phi b و اطرح منها قيمة الدلة قبلها ب delta x على اثنين ارجع كده من w delta x على اثنين الدلة اسمها ايه phi w اللي هي المفروض phi 1 يعني بس عشان نعملها ان نطلع صورة عامة هنسميها phi w تمام كده يبقى اطرح phi b نقص phi w على delta x بالشكل ده phi b نقص phi w على delta x طيب ما فهمتش ركز تاني ركز تاني تعني اعملها للايه للايه هشيل دي phi by delta x الفرق التفاضلي ده وحطه مكانه فرق جابري ازاي هروح للنقطة ايه التفاضل عندها المفروض اتقدر اشيل وحط مكانه قيمة الدلة بعدها ب delta x على اثنين نقص قيمة الدلة قبلها ب delta x على اثنين قيمة الدلة بعدها القيمة بعدها ب delta x على اثنين اللي هي phi e وكمة الدلة قبلها ب delta x على اثنين اللي هي 5 point يبقى phi e نقص phi point على delta x خلي بلاك دي gom of a gom of a gom of a gom of a delta x لو بيساوا بعضه في الناحيتين بالنسبة لل w فيطيروا مع بعض ويبقى لي المعادلة تصفى بالشكل ده اللي هو phi b بالسالب ايه وهنا phi b بالسالب برضو يبقى سالب اثنين phi b وهنا phi w سالب مضروبة في سالب بقيتموج وهنا phi e موجابة هي خلي باك رسوهم بالترتيب بتاعهم اللي هو ايه wpa wpa المعادلة دي عبارة تلات معادلات يعني ايه تلات معادلات يعني دي معادلة عامة للتلات نقط البينين البينين دول هما اثنين وتلاتة واربعة فلو جيت بالنسبة لنقطة اثنين ال b اللي هي اثنين w اللي هي واحد ايه اللي هي تلاتة يبقى phi واحد نقص اثنين phi اثنين زائد phi ثلاثة هتكتبها كده وبعدين المعادلة تانية دين مفوط تلات معادلات في الكهم اكتبهم في الحل بالنسبة للنقطة ثلاثة هتشيل لو هتحط مكان ايه اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة بالنسبة للنقطة اربعة هتشيل لو هتحط ايه ثلاثة اربعة خمس ثلاثة اربعة خمس نفس شكل المعادلة كده بس تكتبها ثلاث مرات للثلاث نقط اثنين وثلاثة واربعة. طيب بالنسبة للنقطة واحد والنقطة خمسة. انا نمسيكم واحدة واحدة. اول حاجة الوست باوندري فوليوم. تعمى نطبق عليها كده ونشوف المعاتلة بتاعتها هي معاتلة الجابرية بتاعتها هتبقى شكلها عاملة ازاي? الوست باوندري فوليوم احتاجة طبق عليها الفورورد ديفرنس. ليه? بص كده النقطة واحد الفوليوم واحدة. هترسم برضو تاني. هترسم بقى رسمة تانية هي. ترسم رسمة جديدة. اللي هو تطبع على النقطة واحدة. بص سيبك من الجزء الاولاني من الرسمة. سيبك من النقطة من ثلاثة لحد الفي بي. ارسم بس لحد هنا. الوقت هتليل فاي اتنين معي في الصورة. وحط بقى كده حوالي من النقطة واحد. واقول لي ان قبلها وما فيش دابليو كابتل. ما فيش نقطة هنا هون. وده اسمها فاي اي معطا. وهي دي النقطة اللي انا نقطة اتنين. تمام? انا عايز اطبق على الحالة دي. لو جيت اطبق المفروض بيقول لي ايه? قمت الدلة. بعد النقطة الدلتا اكس على اتنين. انا هطبق عند الو وعند الايه? لما جي عند الو كده. بعد النقطة الدلتا اكس على اتنين. اللي هو فاي بي. قبل نقص. قبل النقطة الدلتا اكس على ايه. قبل النقطة ايه. ما فيش حاجة قبلها. ده دي اخر حاجة. ما فيش حاجة قبلها. فما نفعش اطبق الحالة دي على النقطة على السطح W. فعمل ايه? اطبق قاعدة اللي هو بيقول ايه? بيربط النقطة باللي بعدها بس. وماليش دعو باللي عامل ازاي? فهنا هاجل دي فاي باي دي اكس عند الدابلي واطبق الحلالي. تعال ما نشوف كده هتبقى شكلها عامل ازاي? بص هنقسم على ديلة اكس على اتنين. وهقول هشيل دي فاي باي دي اكس. وحط مكانها. كنت اتدل بعدها. ديلة اكس على اتنين ليا فاي بي. نقص القيم تتدل عندها اللي هي يبقى نقص 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 بالشكل ده. وا ده سالب في بي وده هنا. سالب في بي خلي بالك في هنا نص فوق دي طلع فوق يبقى سالب اتنين في بي وسالب في بي سالب تلاتة في بي. والفاي اي على على نص تبقى اتنين في اي مو جبت. اروح لناحية التانية عشان تبقى راية هانسايد رقم يعني بالسالب بشكل ده. وعندي في بي بس بالشكل ده. خلي بالك هتكتبها بقى كارقام برضه. في الاخر المعادلات هتبقى بدلالة الارقام الوقت المفروض عندي قيمة فاي اي وفاي بي. وعايز الفاي عند واحد واثنين وتاتة واربعة وخمس. انا عايز خمس معدلات في خمس مجهيل عشان هحلهم مع بعض. فهنشيل فاي بي ونحط مكانها فاي واحد. ونشيل الفاي اي ونحط مكانها فاي اتنين وتبقى دي دلة فاي واحد وفاي اتنين. تعلي بقى منطبق في حالة الايست باوندري فوليوم. بالنسبة الايست باوندري فوليوم هنحتاج نستخدم الباكورد ديفرنس. وخلي بالك برضو هترسم لتالت مرة او رابع مرة لو رسمت مرتين في الاول. طيب هرسم بس الجزء اللي في الاخر ده. سيبك من اول جزء. اهم حاجة النقطة اربعة تبقى تظهرها مع خمسة مع فاي بي. وهطبق ليه النقطة اللي هي الايست باوندري فوليوم دي. نفس الكلام احط عندها بوين. دي البوينت اللي هنبدرسها. بعدها اي سمول ومفيش اي كابتل. قبلها دابليو سمول وقبلها دابليو كابتل عند النقطة. طيب. لما اجي اطبق بقى على النقطة خمسة دي. حط الدفرنس هيبقى في دابليو اي دابليو اي قبلها وبعدها. لما اجي اطبق على الدابلي ما فيش اي مشكلة. في قبلها نقطة وبعدها نقطة اف. اطبق الفيناية الدفرنس عادي. مفيش اي مشكلة. انما لما اجي اطبق عند النقطة اي. مفيش بعدها حاجة. فلازم اربطها باللي قبلها بس فليس ما استخدم حالته ليه القمتل عند النقطة لأسقمت اللي قبلها فنطبق كده يطلع بالشكل ده اهو دي فوي دي x عند الو اهو عند الو قمتتMsольше بعدها بي لأسقمتrika اهو ناقص و BI Bow. طيب بالنسبة لنقطة ايه لانا هربطها باللي قبلها بس فاقول قمتricane عندها فاي بي لأسقمت scandal قبلها فاي بوينت تمام كده? يبقى انا دلوقتي آآ طباط العلاقة اننصغ فيها بقى نشيل غما اي على دي من ناحيتين. وتصفى المعادلة على الشكل ده. نفس الكلام ادى الفاي دابليو هتبقى موجبة. سالب سالب بموجب. فاي بي ادى سالب فاي بي وده هنا سالب اتنين فاي بي. ده هتطلع فوق يبقى اتنين فاي بي وبقى ثلاثة فاي بي. واتنين فاي بي اللي هي هتبقى بالموجب هنا نوديها هناك بالاشارة سالبة عشان تبقى في رقم يعني لما نعوض بيها ونعوض عن الدابليو باربع ونعوض عن البي بخمسة. يبقى عندي معادلة خمسة بالشكل ده. يبقى انا كده عندي خمس معادلات في خمس مجاهيل. المفروض نحلهم مع بعض. تعالى ما نشوفها نعمل ايه في حل المسألة. ادى الثلاث صور اللي طلعناهم من المعادلات الجبرية في الصور العامة بتاعتها. لما نجي نسقطهم على بتاعتهم هيطلع خمس معادلات في خمس مجاهيل بالشكل ده. نقدر نحطهم في صورة عامة كده اللي هو نرس الفاي واحد فوق بعضها والفاي اتنين والفاي تلاتة وكل حاجة في مكانها كده. وبعدين ان تحطوهم في صورة في صورة وهم جدا تبع过 الفكرة دي برضو يعني هي مش معاها في المتر. بس تبعا عارف برضو الفكرة دي. يعني ده مش مش تبعا شغل المتر واله اللي اللي جاي تبع glos شغل المتر بس تبعا عارف يعني احنا لحد دلوقتي لحد المعادلات دي احنا كده وقفنا هو لشغل المتر. كل اللي جاي لحد دلوقتي لحد ما اقول لك هنبدأ بقى نرجع لتاني الحل شغل المتر دوت معلومات تبع عارفها برضو في المادة ممكن تستعيل في الوز او في الفاينل او هيبقى معاك في اللاب في شغل اللاب يعني. فانا قدر رحط ارص المعدات دي في هيئة في الشكل ده. ده هيبقى وده 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 المتريكس ده مميز اوي. هتلاقي في دياجونال اساسي وتحته ارقام وفوقه ارقام. المتريكس ده والباقي والباقي بيكون ايه؟ بصفار. المتريكس ده اسمه ايه؟ اسمه تراي دياجونال ماتريكس. تراي دياجونال ماتريكس. مهم جدا انتو بعارف مسامة لما تستسأل عليه. واشهر طريقة اللي حل المتريكس دي. حل اجزاك يعني يطلع ارقام مرة واحدة من غير ايطريشن يعني. احنا نحل في الامتحام التان. حل ايطريشن زي ما نشنع في طريقة جيكوبي. انما الحل المباشر واللي بيطلع قيم الامتحام مباشر في عددة الكرار. بس طبعا بياخد خطوات طبعا. وبيكون مجهد لأجهزة او الكمبيوتر لو اتعامل بيه اكتر من طريق جيكوبي فيحنا هنبقى عارفين بس ان في طريقة اسماي اللي هي جاوز 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 المسود هنطبق بشكل يعني هنزل كده اعمل القيم اللي تحت ال 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 الالساسس. اللي هو السلب واحد عايزة خليها صفر. فاضرب اول صف في تلت او اسيم على تلاتة يعني الواجه مع الصف اللي تحت بقى ديب صفر. وهكذا عايزة خلي ديب صفر وديب صفر وديب صفر. فيبقى عندي كل دياجون ده كل القيم اللي تحته بصفر. نرجع بقى نعود يعني يجي اخر صف. نطبق عليه نضرب الصف ده في العمود ده. ويدينا القيم دي. فيدينا حاجة حاجة في خمسة بتصور رقم. يبقى اجيب في خمسة. نطلع تاني الصف التاني الصف اللي بالاخير نضرب الصف ده في الفيات دي. ونساوي بالفيكتور ده. يدينا ايه? يدينا ان في اربعة في رقم. وفي خمسة نضرو فيها رقم. بيساوي رقم الناحية التاني. في خمسة حسبتها ده راح نسيب في اربعة. وهكذا نحسب في ثلاثة وبعدين نحسب في اتنين وبعدين نرجع نحسب في واحد. ده مش يعني ده طريقة تبقى عارفة وتبقى تبقى نشتغل بها في الشغل المعمل. بس مش هنحتاجها في شغل المتر. برضو في السؤال التالت. برضو مش داخل معنا في المتر من الموضوع ده. بس تبقى عارفة لازم يعني تبقى عارفة وممكن يجيلك في حاجة كويس بقى في الفاينال. يعني هتساءل عليك الصورة ما? اللي هو يعمل ايه? يرسلك المعادلات بشكل عشوائي بالشكل ده. دي المعادلات على فكرة ان احنا كنا بنتكلم عليها من شوائي. بس اجيبها بشكل مختلف. بدل ما تكون بيقول فاي بقى تي. يعني اندلق دي تي باي دي اكس مش دي فاي باي دي اكس. وبدل ما كتب اللي هي اله ده 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 بدلالة يعني كتبهم بدلالة فده الشكل ده حاجة مش هنشتغل بها بس تبقى عارفها بس تبقى عارف ترس المعادلات ازاي. هو طالب منك تكتب الترتيب بتاع المعادلات. فبالنسبة وبالنسبة بالنسبة 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 انت بخدها تعمل الكلام ده في الميتر مكة تفصيل تعمله يا حل وتعود في المعادلات. هنا ده سؤال ممكن يجي في مثلا او في انه هيجي اقول لك ايه رسهم بس ارتبهم اكتب بس ارقام الترتيب بتاع المعادلات. فنيجي مسلا للنبا هنشوف الترتيب هيبعمل ازاي? هيبعمل بالشكل ده. بصوا كده اتناشر اللي هي اول حاجة ظهرت معنا. ان انا اقول ان التكامل الحجمي للديفرجنس بتاع الفيكتور بيساوي صفر. ده اول حاجة سنتجناها من الجفر نجيكوشنز اللي مبسطناه وصلنا للشكل ده. اه تاني حاجة ان انا سنتجت من الديفرجنس سيريم ان ان الفلاكسس بتاع الديفرجنس ده بيساوي ايه? بيساوي صفري. بقى دي تاني حاجة. تالت حاجة ان انا اه ان انا ابسط ال اه اطبق الكلام ده على الفوليوم واطبق السيرفس عند وعند ال اي دي تالت خطوة. اللي هي رقم عشرة يعني. بعد كده رقم ستة اللي هي اه اه اطبق هنستخدم في اه نستخدم الحلقة اللي هي اه اللي هي بالشكل ده. وبعدين نوصل للمعادلة النهائية اللي هي رقم تسعة. دي المعادلة اللي بتعبر عن بالنسبة للاست بواندري فوليوم. هتلاقي يظهر معاك الترتيب هيكون ازاي بقى? هيكون بنفس اول اربع حاجات يعني بس اتناشر اتنين اعشرة ستة. اول اربع خطوات هما نفسهما يتقرروا هما المهم في وكذلك برضو في اخر خطواتين بس هما اللي يختلف. من الهم اربعة و احداشر. اربعة اللي هو هستخدم بالاضافة هستخدم برضو ايه? هستخدم مع هستخدم وبعدين المعادلة اللي هي تطلع في الصورة رقم حداشر. خليباك جيب لك حاجات زيادة كده اطلاق بطك. يعني في هنا اه المعادلة دي غلط. دي مش مش معانا اصلا. مش موجودة خالص. مش تظهر معانا. والمعادلة دي بتاعت الكونتينيوتي. مالهاش دعوا بالشغل بتاعنا اصلا. فمش اختارها وانا بعوض هنا. فجيب لك شوات حاجات زيادة وملخبط الحاجات بحيث ان انت ترتب الموضوع مفروض تكون فاهم الترتيب ماشي ازاي في زهنة. بالنسبة للواسطة هيبقى نفس الكلام. اول اربع خطوات هما مهم واخر خطوتين بس مختلفين. اللي هو هستخدم وهيستخدم برضو ايه ويطلع المعادلة في الصورة اللي بالشكل ده. هيك التاني ان الكلام ده مش معانا في المترمي اللي جاي ده. المترمي بقى هنكمل بقى شغل ايه? نحل المعادلات بطريقة ايه? جاكوبي. جاكوبي اي طريقة في مسود. ان احنا المعادلات هاي اللي طلعناها? بدلالة فاي واحد وفاي اتنين وفاي تلاتة وفاي اربعة وفاي خمسة. عايزين نحلهم بشكل تكراري. يعني هاعمل ايه? هاجل كل معادلة دي المعادلة بتاعت فاي واحد دين. معادلة بتاعت بوينت واحد. احط واحد ايه وفي طرف والبقى اودي الناحية الثانية. وهنا دي بتاع البوينت اتنين. احط في اتنين الواحدة افطرف والبقى اودي الناحية وهكزا اخلي المعادلات بالشكل ده. اللي هو يبقى عندي خمس معادلات في خمس مجاهيل. كل معادلة فيها مجهول لوحده وبقية المجاهيل الناحية الثانية. يعني هاجيب المجاهيل بدلال ببعضاه. وعمل ايه? هيكون معطى قيم الفاي اي والفاي بي. وهتفترض قيم مبدائية لفا واحد واثني اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. تعاوض بهم وتطلع قيم فا واحد وثلاثة 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 اثنين وثلاثة وجودية. وهكذا. هنعمل كم مرة؟ هنعمل مرتين. فنصحك تعمل ايه? جدول بالشكل ده. تحط فوق فا واحد وثلاثة وثلاثة واربعة وخمسة. وتحت يعني اول ايه يعني اول صفة هيبقى النيشال اللي مفروض تفرضها. وبعدين نواتج الانتريشن الاولان وبعدين نواتج التانية بس كده مش محتاجين اكثر من كده مش هتقدر تقرر لحد ما النواتج تزم فطب الانشاء الجهزة عمله ازاي افرد ازاي قيم مبدئية انا الوقتي مثلا تخيل ان انا عند الجدار اللي كنا بتكلم عليه درجة حرارة احد اسطوحه مية ومن ناحية التانية خمسين طب درجة الحال بين ايها تبع عاملة ازاي درجات الحرارة في النصة تبع عاملة ازاي اكيد قيم بين المية والخمسين فما ينفعش تفرق قيم اكبر من مية ولا قيم اقل من الخمسين ما ينفعش تخرق برا الرنج اللي انا من دهولك فتعمل ايه؟ يا ايما تاخد خمسين يا ايما تاخد مية يا ايما تاخد الأفريج يا ايما تاخد قيم متدرجة بين المية والخمسين فنصيحة خد قيمة متدرجة خد القيمتين اللي هم لك دول خد قيمة أفريج ليهم مية زائد خمسين على اثنين بخمسة وسبعين وحطها لكله يبقى اول صف ده عبارة عن الافريج بتاع اخد القيم اللي انا فرطها في الاول دي وعوب بها في المعدلات امسك الى حسبة كده وحط هنا فاي اثنين بخمسة وسبعين فاي ايه بمية اضراف اثنين واجمع وقسم على ثلاثة يديك فاي واحد حطها هنا وهكذا فاي اثنين فاي ثلاثة فاي ببعا فاي خمسة تطلق الصف ده امسك الى حسبة ورجع وراي الايتريشان التاني هعمل ايه؟ هاخد القيم اللي حسبتها في الايتريشان الاولين وطبعا قيم فاي اي وفاي بي سابتة مش هتتغير وعوب بها تاني وطلع قيم فاي واحد لفاي خمسة في قيم جديدة في الصف الجديد ده وبس كده انا خلصت الحسابات المفروض بقى اوقع القيم دي ارسم القيم دي تعال اما نشوفه نرسمها ازاي ده توقيع القيم اللي انا طلعتها بص كده نفس الجدوى لهو انا بس غيرت التلوين عشان نميز الخطر هنعمل ايه؟ هترسم تقسم سواء الرسم البيان او الورق او الورق عادي في اي مكان هتعمل ايه؟ تاخد خط افقي وليكن عشرة سنتي وتقسمه بالشكل ده لازم تعمله كده اللي هو اول جزء يبقى واحد سنتي واللي بعده اتنين يعني ايه؟ يعني المسافات البيانية من واحد الاثنين ثلاثة 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 أربعة ملابعة لخمسة تبقى ضعف طبعا تكون متساول وتكون قيمهم ضعف لاخل القيم اللي في الاطراف يعني الحتة دي من خمسة لالاخر نص القيمة اللي قبلها ومن واحد للأول نص القيمة اللي قبلها فلو ده مثلا واحد سنتي يبقى ده اتنين 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 كده تسع سنتي ده العشر بقى ده عشر سنتي واتعمل خط الطوله خط افقي طوله 20 سنتي ويتاخد ايه? ده يبقى اتنين سنتي وده اربع شماتي اربع شماتي, اربع شماتي او في الرسم البياني هتخلي ده مربع واحد وتعد مربعين وتحط اتنين وتعد مربعين وتحط ثلاث وعد مربعين وتحط اربعة وعد مربعين وتحط خمسة وتعد مربع وتحط الخط النهاية تمكنها implemented بالنسبة للراصي هتقسمه ازاي من البداية للنهاية من صغير لنها الكبير أنا مدي لك بواندر كوندشن من 100 إلى 50 حط 50 تحت ومية فوق لو مديتك 200 وربعمية بيبقى 200 وربعمية وقسم بالتساوي ما بين القيم دي تعالوا بقى نوقع رسومات رسمة رسمة أول حاجة هنرسم اللي هو خط مستقيم من البداية للنهاية الحال اللي بتاعنا هيطلع لنا يا رأسنا بالشكل ده خط مستقيم من الدياجونال بالشكل ده هذا ده الدياجونال اللي هنقرم بالنسبة لي طيب تعال بقى نشوف هنوقع بقية القيم الزي اول حاجة الانيشيل فاليوز اللي هي كلهم 75 فاجأ عند كل النقاط عند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 احط قيم الفاي ب75 نقاط اده 75 اده 75 اده 75 خمس نقاط هون 75 والنقاط دي وصلها بالفوق والنقاط دي اوصلها بالتحت يبدأ الانيشيل الانيشيل فاليوز اللي هبدأ بيها الحل بتاعي النقاط التانية او الانتريشن التاني اخد القيم دي والمفروض برضو عمل لها كرف جديد اروح اوقع القيم اللي هي بلول احمر فابدائن كده القيم اللي هي في الاطراف اللي ال 50 والمية هتفضل سابتة طول الوقت يعني الفاي اي والفاي بي قيمهم بتضغير القيم اللي بتضغير معي الفاي من 1 ل 5 فاجأ احط الاقي ايه ان الفاي بدل ما كان ب75 بقت ب91 و شوي هي بدل ما كان ب75 عند النقطة 1 فاي واحد عند النقطة 1 بحاجة وتسعين هاي يبدأ النقطة جديدة فاي اتنين كانت ب75 ولسه ب75 وهي كزا فاي تلاتة و فاي اربعة فاي خمسة كانت ب75 بقت ب58 يبقى دي نقطة ايه وصل للنقطة دي ببعضها يبقى دي الايوتوريشن التانية وياريت لو تميز بين الخطوط بالوان يعني السلام لو تاخد الوان وتبقى كل خط بلون مختلف بحاجة حلوة اوة معاكش غير لون واحد ميزهم عن بعض باي حاجة ياما تخليهم مثلا منقطة مقطع بالشكل ده ياما ترسم على كل خط حاجة مميزة دايرة للنجمة معين مربع كل خط او كل مجموعة بيانات تحط ايه حاجة مميزة وتقولي الحاجة المميزة دي بتاعت كزا تحط بالشكل ده تقولي ان ده الخط ده الحاجات اللي هي مدورة اللي انا حط عليها دواير او باللول لازرق يعني ده الحاجات اللي هي نجوم او باللول احمر ده واحد حيث اللي هي باللسود او معمولة بمعين كده اللي هي ايه وهكذا نفس الكلام هنا هاروح الى ايترشن الاخرية هالاقي ان فى واحد عند النقطة واحد لسه زي ما هي قيمتها زي ما هي الحالة الاولينية القيمتها تغير بدل ما كانت بخم سبعينupa How to affect valuable ثمانين اهي فى اثنين عند النقطة اثنين بدل ما كنت عند خم سبعين بقت ايه? عندي ثلاثة وتمانين وده هتفضل قيمتها زي ما هي كده هتفضل تقول الوقت لان هي فعلا قيمة حقيقية يعني مش هتتغير خالص هتفضل خمس سبعين للآخر ان هي وقع على الحل الصحيح يعني وهكذا اروح اشوفها اربعة اللي هتتغير بالشكل ده وتلاحظ انه كل موقع كل طريقة يعني ده الحل مبدأي ده الحل التاني اللحم بعدين الحل السود ده كل خطوة بتقربني من الحل الاكزاكت بس كده ده اللي مطلوب منك تعمله في المترب هتبسط العلاقة اللي هاتجلة في الصورة جنرال وبعدين تطبق وتطلع المعادلة التفاضلية اللي هي هتبقى دي فا يبا ديكس عند الدابي وعند إي وبعدين تطبق تيلور سيريز عند الثلاث مرات عند النان باوندري أفوليوم وعند إيست باوندري فوليوم وعند الوست باوندري فوليوم وتطلع خمس معادلات جابرية ترسوم مع بعض وتكتبهم في صورة اللي هي تطلع كل فارياب اللي واحده في طرف والبقية المعادلات في طرف وتحل تعوب بالقيم الانشاء اللي انت تفردها بقيم متوسطة بين المعطاء وطلع القيم مرتين بس تعمل تقرارين بس يعني تحسب القيم مرتين بس وبعدين ترسم القيم اللي معاك كده خلصت الإجابة بتاعت الامتحان وبكده نكون خلصنا سيكشن النهاردة واتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله